بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء في درس مراجعة الآداب والأخلاق الإسلامية للصف الثامن وهدف درسنا لهذا اليوم يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بدرس العناية بالصحة في التصور الإسلامي أعزاء الطلاب وقبل أن نشرع في مراجعة درس هذا اليوم إليك بعض النصائح والتوجيهات العامة التي تساعدك لاستعداد الاختبارات ومراجعة الدروس أولا الاستعانة بالله والالتجاء له بالدعاء كأن يقول رب شرح لي صدري ويسر لي أمري ثانيا اختيار المكان المناسب للمذاكرة والبعد عن مسببات الإزعاج ثالثا أخذ قصط كاف من الراحة والاعتماد على نظام غذائي صحي رابعا إذا أشكل عليك سؤال استفسر من معلمك عبر قنوات تيمز وهيا بنا عزيز الطالب نستذكر أهم ما درسناه في الجزء الأول من هذا الدرس تحدثنا في الجزء الأول من هذا الدرس عن نظرة الإسلام للصحة وأن الصحة حالة من التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي نتيجة للتفاعل والتكامل بين هذه العناصر الثلاثة وتحدثنا أن الإسلام اهتم بالصحة ونظر إليها من عدة جوانب ومن أهمها أولا أن الصحة نعمة عظيمة وثانيا الصحة من أول ما يسأل عنه العبد من النعيم يوم القيامة وأما الأمر الثاني الذي تحدثنا فيه في الجزء الأول من هذا الدرس عن منهج الإسلام في المحافظة على الصحة فالإسلام اتخذ العديد من السبت والوسائل للحفاظ على صحة الأفراد والمجتمعات ومن هذه الوسائل أولا تحريم كل خبيث ومضر وثانيا الاعتدال في المأكل والمشرب اختبر معلوماتك عن هذا الدرس من خلال المسابقة الآتية اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس العقل والقلب أم الإسلام والإيمان أم الصحة والفراغ أحسنت بارك الله فيك الإجابة الصحيحة هي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ السؤال التالي تعريف الصحة هو حالة من التعافي الجسدي والنفسي أم السمعي والبصري أم الديني والعلمي أحسنت بارك الله فيك فالصحة هو حالة من التعافي الجسدي والنفسي ممتاز السؤال الثالث من أسباب المحافظة على الصحة الإكثار من الطعام أم الاعتدال في المأكل والمشرب أم التسمية قبل الطعام والإجابة الصحيحة هي من أسباب المحافظة على الصحة الاعتدال في المأكل والمشرب أحسنت بارك الله فيك والسؤال الأخير هو الإسلام حرم كل صغير وكبير أم كل شيء أم كل خبيث ومضر الإسلام حرم كل خبيث ومضر أحسنت بارك الله فيك وهيا بنا عزيز الطالب نستذكر أهم ما درسناه في الجزء الثاني من هذا الدرس تحدثنا في الجزء الثاني من هذا الدرس عن العلاقة بين الصحة العقلية وصحة الجسمية ومن مقاصد الشريعة حفظ الضرورات الخمس والتي من بينها العقل والنفس ولذلك حرمت الشريعة كل ما من شأنه أن يضر بعقل الإنسان أو بدنه وإنما حرم الله عز وجل كل ما يذهب العقل لأن الإنسان إذا ذهب عقله لم يميز بين ما يحميه وما يؤذيه فيتضرر الجسم ويتأذى البدن والأمر الثاني الذي تحدثنا فيه عن بعض المضرات التي يجب الابتعاد عنها وذكرنا أنه ينبغي على العاقل أن يمتنع عن المواد التي تلحق الضرر بالصحة لأن في ذلك إيذاء متعمدا للنفس وإلقاء بها إلى التهلكة ومن أشهر ما يضر بصحة الإنسان أولا الخمر وهو كل شراب مسكر يذهب العقل وشربه كبيرة من الكبائر التي حرمتها الشريعة الإسلامية ثانيا المخدرات وهي مواد ضارة بالجسم ومذهبة للعقل ومثبتة للنشاط وتناولها مخالف للشريعة الإسلامية ثالثا التدخين فيعتبر التدخين من أذى النفس المتعمد وقد أجمعت الجهات الطبية على ضرره يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رابعا السويكة وهي مضرة بإجماع الأطباء وينطبق عليها ما ينطبق على التدخين من بشاعة منظرها وكريه رائحتها اختبر معلوماتك عن هذا الدرس من خلال المسابقة الآتية السؤال الأول من مقاصد الشريعة حفظ الضرورات الخمس احسنت بارك الله فيك السؤال التالي من المحرمات التي يجب الابتعاد عنها الخمر أم المياه الغازية أم السكريات أحسنت بارك الله فيك من المحرمات التي يجب الابتعاد عنها الخمر السؤال الثالث من أضرار الخمر كثرة الأصدقاء أم الانحلال الأخلاقي أم القوة الجسدية الإجابة الصحيحة هي من أضرار الخمر الانحلال الأخلاقي بارك الله فيك السؤال الرابع من أضرار المخدرات المكانة الاجتماعية أم كثرة الأموال أم أنها مذيبة للعقل والإجابة الصحيحة هي من أضرار المخدرات أنها مذهبة للعقل بارك الله فيك وفيما يختص بالجزء الثالث من هذا الدرس هيا بنا أعزائي الطلاب نستذكر أهم ما درسناه فيه تحدثنا في هذا الدرس أولا عن علاقة الطهارة والنظافة بالصحة وتحدثنا أنه لا خلاف على أن إهمال الإنسان لتطهره وتنظفه يجعل من حاله مأول الجراثيم والمكروبات التي تتسبب بشكل مباشر في الأمراض وانتشارها فلذلك اهتم الإسلام بالطهارة والنظافة غاية الاهتمام ومن ذلك الوضوء الذي هو شرط لكل صلاة من الصلوات فريضة كانت أو نافلة وما يتبع ذلك من أغسال واجبة أو مسنونة وهل هناك أفضل من محبة الله عز وجل التي جعلها الله لأهل الطهارة قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وعن أبي مارك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان رواه مسلم وأما الأمر الثاني هو وسائل المحافظة على الصحة فينصح المختصون بمجموعة من الوسائل للمحافظة على الصحة منها أولا النوم الكافي ويتحقق ذلك بمنح الجسم حقه من النوم في الوقت المناسب ولمدة كافية ويتحقق ذلك لمن نام مبكرا واستيقظ لصلاة الفجر فهو بذلك يحقق قول الله عز وجل وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا ثانيا من وسائل المحافظة على الصحة الأكل الصحي وقد سبقت الإشارة إلى الاعتدال في تناوله واتباع العادات الصحية في الطعام والشراب وبيان أن شر بعاء ملأه ابن آدم هو بطن ومن وسائل المحافظة على الصحة ممارسة الرياضة فيا سبيل مميز للنشاط والحيوية وتجنب الخمول الذي يؤدي إلى السمنة والتي تعد رأس الأمراض المزمنة اختبر معلوماتك عن هذا الدرس من خلال المسابقة الآتية السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التي أمامك من أهم الوسائل المحافظة على الصحة الأكل الكثير أم النوم القليل أم النوم الكافي والإجابة الصحيحة هي من وسائل المحافظة على الصحة النوم الكافي حسن تبارك الله فيك سؤال الثاني من اهتمام الإسلام بالصحة أنه جعل الوضوء شرطا للصلاة أم للسلام أم للنوم والإجابة الصحيحة هي من اهتمام الإسلام بالصحة أنه جعل الوضوء شرطا للصلاة حسنت السؤال الثالث من الأمور التي تسبب الأمراض كثرة الخروج من المنزل أم إهمال الإنسان لنظافته أم النوم الكافي والإجابة الصحيحة هي من الأمور التي تسبب الأمراض إهمال الإنسان لنظافته السؤال الرابع يتحقق النوم الكافي للإنسان به النوم ليلا فقط أم النوم القليل أم منح الجسم حقه من النوم والإجابة الصحيحة هي يتحقق النوم الكافي للإنسان بمنح الجسم حقه من النوم بارك الله فيك وختاما أعزائي الطلاب شكرا على حسن إصغائكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر